اشتركوا في القناة وهي الحديث ما استرد دعافيتي وان شاء الله رح نرجع للتوقعات المفصلة باذن الله تعالى طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين ثمانية اذار ثمانية ثلاث القمر مازال موجود في منزلة سعد الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص او الحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة عشرة وتسعة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الاحد وهو سبع ثلاث فينتقل بعدها لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا القمر موجود في برج الجدي وتأثير القمر على كافة الابراج لما القمر بيكون بالجدي منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انو الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن يتسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء التحفي اثرية البدء بحمية شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا ثلاث زوايا فلكية ثلاث ايجابيات الاولى هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون فيه تمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر والشمس وهي رح تكون فيه تمام الساعة عشر واربع عشر دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ونصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تسديس برضو ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون فيه تمام الساعة ثنتين واربعين دقيقة عصرا اتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بالفن او الديكور او التجميل بالنسبة للقمر بما انه موجود بالجدي فأخلوه المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء تسعة ثلاثة ورح يبدأ فيه تمام الساعة اتناعش واثنين وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال اربع وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش وثمانية وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح خمسة وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجدي حتى يوم تسعة ثلاثة برضو سعيدة اليوم بسبب الزوايا الثلاثة اللي ذكرناها سعيدة بنسبة أربعين في المية عطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة سعيدة بنسبة ستين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة منتحسة بنسبة عشر في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل اليوم تتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت عليك الضغوط حاول إنك تبرر عملك وإظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طبعك شوي بكون صعب أفكارك بتكون مشتتة وعصبة نتيجة الغضب والإطراب برج الثور بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهمش إنك ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر ولو رشاة العمل تحديدا برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن بتكون تنتبهوا لأن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقف متصلبة حاول أنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية مرج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن الأجواء شوي بتكون متوترة بسبب وجود القمر مقابلك تماماً اهم ايش انك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء شوي بتكون ضاغطة نسبياً والمسؤوليات بتكون كبيرة شوي اهم ايش انك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بيبدأ العمل بتراكم لديكم مع ذلك انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة اهم ايش انك تكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او امور رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او الزملاء او احد الاصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجأة سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتيب الامور او تتراجع عن غرارات سابقة فترة بناءة وايجابية برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك او ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء هاي الفترة بتحمل اعمال وانشغالات منزلية برج العقرب اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة اهم اشي ان مشاعرك جيد اليوم وممكن تبرر عن مواقف كثيرة بتنشط بالتنقلات والاتصالات برج القوس ثم فرصة لمقسب مالي بيجي من عمل اضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية او على جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما اهمش انك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك اهمش انك ما تسمح لاحد بانه يغشك كون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي بشكل جيد هذا اليوم برج الجدي اليوم بتبدأوا فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود ووسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجد كل اشي جديد وانك تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من افضل فترات الشهر حاول انك تدخل التنويع على حياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل انفراج وتسوية برج الدلو طبعا اليوم بما انه القمر موجود في بيت المتاعب في الجديد وبتشعروا بالتعب منال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها حاولوا انك تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء الفترة هاي بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة كما انه ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر اهم اشي انه ما في داعي للتسرع برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الاخرين وممكن تنجح في حش التأييد او دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن انك شوي تكون تفكر في مواضيع لها علاقها بالسفر او ممكن انك تنضم لجمعية وممكن تهتم لشؤون اقارب الشريك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء